اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقتين جديدة من برنامج 10 اسكايب حديثا عراقي يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني عام 2021 قدمت ممثلة الامين العام لممتحدة في العراق جينيل بلاس خارت يعني قدمت احاطتها الجديدة لمجلس الامن هي تقدم كل شهر احاطة او تقرير لمجلس الامن عن اوضاع العراق فقدمت احاطتها بعد ان كانت قدمت احاطة قبل الانتخابات قدمت فيما بعد الانتخابات قدمت احاطتها قدمت تقريرها اقصد مقصود فيه لمجلس الامن لكي توضح الحال الذي وصل اليه العراق الحقيقة تحدثت في نقاط كثيرة لكن ربما علينا ان نختصر كثير مما تحدثت فيه واذكر لكم ما قالته لكي يعني تكون الصورة واضحة لديكم قالت من ضمن ما قالته قالت لا يجوز السماح للارهاب والعنف او اي اعمال غير قانونية لا يجوز لها اخراج العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق اذا هي تعتقد والامم المتحدة تعتقد والمجتمع الدولي يعتقد للأسف الشديد الوهم الامريكي والوهم الداخلي العراقي بان هناك مسار ديمقراطي في العراق وان هناك قوى تريد اخراج العراق من مساره الديمقراطي الحقيقة العراق ليس على المسار الديمقراطي منذ عام 2003 لحد الان العراق فيه احزاب طائفية فيه فكر طائفي والطائفية لا تأتي مع الديمقراطية على سطح واحد والكل يعرفها وبالاسخار تعرفها والامم المتحدة تعرفها وأمريكا تعرفها وكل الذين يحكمون العراق يعرفوه والمحيط الاقليمي يعرف ويعرفون انه ليس في العراق ديمقراطية هناك استبداد وهناك خراب وهناك دمار وهناك ميليشيات وقتل ومن يتظاهرون في الشوارع اليوم على الانتخابات وميليشيات خسرت مقاعدها لصالح ميليشيات أخرى يعني الفائز والخاسر هم من الميليشيات وبالأسخار تعرف هذا الحال وخمسة وثمانين بالمئة من الشعب العراقي بهذه الديمقراطية التي تحدثون عنها والمسأل الديمقراطي لم يشاركوا في هذه الانتخابات رفضوها بقرار واعي وبفكر وبوطنية عالية رفضوا المشاركة في هذه الانتخابات قاطعوا هذه الانتخابات وتقول أيضا الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة هو العراق يعني ألا يعيش النتائج الوخيمة منذ عام 2003 لحد الآن يعني مثل ما يهدد هؤلاء يعني لم تقبلوا بهذا سنذهب إلى المربع الأول ما هو المربع الأول؟ المربع الطائفية والقراب والفوضى ما نحن عايشين بالفوضى العراق عايش بالفوضى منذ عام 2003 لم يقعد هذا المربع الكل يعرف هذا الحقيقة الكل يعرف إذا كان المربع الأول فيه طائفية فيه خراب فيه فساد فيه ميليشيات فيه قتل فيه الخطف ما زال العراق فيها فيه سياسات خاطئة فيه سياسات سياسات اقتصادية غائبة فيه سياسات عامة غائبة فيه خدمات غائبة فيه كل شيء غائب فيه حقوق الإنسان غائبة ما هو العراق في هذا المربع الذي يتحدثون عنهم أنهم قد غادروا لم يغادروا والعراق ما زال في هذا المربع والنتائج الوخيمة تحيط بكل العراقي لذلك يخرجون في تظاهرات في كل مكان وقالت أيضا وهذه هي ربما النقطة المهمة التي يجب أن نتوقف عندها قالت أن العراق بحاجة إلى قيادات وحكم رشيد والالتزام بالمسار السياسي تتحدث أن هذه الانتخابات التي قالت عنها في حاطتها السابقة التي أشرنا إليها قبل الانتخابات قالت بأني أعتقد وأرى أن هذه الانتخابات ستغير الحال برهم صالح رئيس ما يسمى الجمهورية يقول أنها انتخابات تاريخية ستغير الحال وأنها مختلفة عن باقي الانتخابات ولم تقول لنا كيف وهي نفس القوى ونفس الميليشيات ونفس المصائب قالت أن هذه الانتخابات بنتائجها هذه اللقاء طاحة 85% من الشعب العراقي ستؤدي هي كما ترى وهكذا توحي للعالم أو هذا هو المطلوب من عندها أنه ستؤدي إلى إيجاد قيادات وحكم رشيد والتزام بالمسار السياسي ما هو المسار السياسي؟ هذه العملية السياسية المبنية على المحاصصة بدستور مبنية على المكونات على الوطنية على المواطنة كلها محاصصات طائفية وإثنية مبنية على مجلس الحكم الذي تأسس فيه عام 2003 أسس بولي بريمر لحد الآن هو تطبيقاته موجودة حصص ونسب موزعة لهذه الطائفة وتلك الطائفة ومهما تحدثوا عن حكم أغلبية وطنية وبالتالي سيذهبون إلى التوافقات وهذه حصتك وهذه حصتك وهذه للسنة وهذه للشيعة وهذه للكرد وهذه وبالتالي الكل يأخذ حصته والمواطن من يدفع الثمن إذن العراق حتى تأتي بالحكم الرشيد لا وجود لبيئة ولا وجود لإطار يسمح بقيام حكم رشيد وبوجود قيادات لها رؤى وطنية وتلتزم بمسار سياسي وطني هذه الحقيقة لذلك بلس خارق في حاطتها كانت تكذب وتحاول التدليس الميليشيات التي في الشارع تتظاهر على نتاج الانتخابات ضدها وتتهمها الآن هي عميلة ومعرف منه هي عميلة ضد العراق هي لصالح كل هذه القوى التي في العملية السياسية التي خسرت والتي فازت الحقيقة لأنها تتحدث بلغة غير صحيحة تحدث برؤى غير صحيحة وتروج لفكر غير صحيح غير حقيقي هذه الحقيقة يعني أنه يجب انهاء الوضع القائم بالحوار والشارع وبعدين قالت ربما قالت شيء هو الواقع الحقيقي قالت أن الغضب المكبوط في الشارع يمكن أن ينفجر في أي لحظة وهذه هي الحقيقة العراق اليوم الشعب العراقي مثل قنبلة قد رفع صمام الأمان منها رفعت صمام الأمان منها لوضاع السيء الفساد والخراب والانتهاكات والسلب ورهن الإرادة وضياع السيادة والاستقلال والموت البطيء والسرقة والنهب وهضم الحقوق هذا كل رفعت صمام الأمان عن هذه القنبلة وستنفجر في هذه اللحظة فجرت كثيرا وستنفجر أيضا ولا يمكن إيقافها كل هذه المحاولات التي تجري بها التي تعمل عليها بسخارت فأمم المتحدة وتعمل عليها الولايات المتحدة وتعمل عليها الوضع الإقليمي وتعمل عليها دول كثيرة المجتمع الدولي هي الإبقاء العملية السياسية التي دمرت العراق وأنهكت العراق وجعلته ضعيفة هذه المحاولات لن تنجح ما فعلوا بالتالي العراق من يقرر عنه وشعبه من يقرر عن هاي الشباب الذين قتلوا والتي ستأتي موجات منهم أخرى لن يستطيعوا إيقافها مثل ما فعلوا في تشريم في ثورة تشريم الثورة ما زالت مستمرها وستستمر وكل هذا الكلام ربما لذلك أنا قلت أنه الكلام الصحيح الوحيد الذي قالته بالإسخارت هو أن الغضب المقبوط في الشارع العراقي يمكن أن ينفجر في هذه الأحوات ويمكن أن ينفجر وسينفجر هذا واقع الحال وهذه الإحاطة الجديدة لبلسخارت محاولة للتعمل للتضليل للتدليس لكن كل ذلك موضوح وكل ذلك واضح عند الشعب العراقي أترككم بخير أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم